موسيقى القضاء راح في بلدنا فوق كل شي يعني ما كينش اللي غادي يكون فوق القضاء كين بعض الناس اللي جوا عند الويد ديالي كيتوصطوا في فضل القضية هذي السلام معكم الحاجة الليولانية هي ان الأخ بدك يتفعل معنا شي حاجة بدك يرد علينا بدينك أن نقدرنا نتفعله معه واخا بقي كعاني من الألم الشديد بالجروح اللي كانت عنده بالنسبة لتطورة القضية المعني بالأمر تشبر بارح فلاشية كين في كوميسارية العوامة بالفعل هو اللي قدم راسو هو اللي جل حيث كانوا العيلة ديالنا شافوا انه هو جا قدم راسو هادشي بينسوغل حسب ما قالونا الشرطة تواصلوا معنا الله جزيهم باخير طمأنونا ان انهو مواخدين للقضية على اعلى مستوى كيترتوها باهتمام شديد وقالونا انه هو اللي سلم راسو هو اللي سلم راسو رد علينا الاخدابة قالونا انه ينتشي واحد اخر خدم في نفس المطعم من العائلة ديال السيد اللي يمو المطعم حتى هو شارك في الضرب والسيد كان طايح في الارض بالدم وزاد ضربه في وجهه وهي السبادي الازرق الازرق اللي عنده في عينه معرفت هذا الوحشية هذي كامل شو هاد تجابر هاده كامل هما كيحاولوا من جهتهم انهم يتبتوا هاد الخضية هذي ولكن احنا تقي في الشرطة انهم غادي قوموا بالواجب ديالهم حي تجول عندنا الهناية واكدونا انهم كيخدموا على هاد الخضية هذي من شاء الله يكون لخيه أخي عبدالله واش كينا شي متلا شي اغراءات مادية مقابل تنازل لا ما كان شي صراحة هذي الموضوع الحاجة الوحيدة اللي كان هو ان كان بعض الناس اللي جاءوا عند الويد ديالي كيت وصطوف فضل قضية هذي ولكن الويد ديالي قال يوم ان الابن ديالي بين الحياة والموت ما كيمكن شي دابان هضروا على شي صلح او لاشي حاجة الصلح كيكون من كيكون دباس باليدين ولا بالرجلين ولا شي حاجة عما هذي محاولة قتل الخص العدالة تاخد مجرى دياله هو البرح كان في الحالة السيرية في الكلينيكا كنا نحنا مشينا في حنو من بعد الويد ديالي كتب قتبت معه عيطتنا وجينا كنجري وجبرناه كيغووت والحرق بزاف مع العمل له المسكينات وذلك باش قدر انه يرتاح دي ببرحة والحمد الله الله جازي كفاء الله يقول الله يسمحنا من الواليدين عنات معه والحمد الله هذا بحسن مزيان يهضر كيقدر يهضر ولوه كيتفاعل معنا حيث الجرح كان في المستوى الوجه والطبيب ديال التجميل خلوه مخصوش يهضر نهائيا مخصوش يهضر باش الجرح يلتاعم عمل شي عملية حاليا ديعم عملية تجميل على وجوله باق هذا حيث الجرح كان غائر العملية ما تكونش مجرد عملية واحدة يعني وحل التخافي غادي تتعمل حسب ما شرح لي انا بيع وجهه لطبيب ديال التجميل خلي انهو غادي يخدم له على وجهه يعني ماشي واحد العملية اللي هتتعمل الوصف اللي رسالة اللي كان وجهه القضاء هو اننا كانت يقوب فيه وكانت النواة انهو يقوم بالواجب دياله وحنا ما عناش شكفة القضية هادي يمكن تصريحات ديالي كانت تفهمت غلطة حنا فقط كنا متخوفين ان شي حاجات توقع احنا ما قلناش نهائيا ان القضاء حكم النوفود حتش اللي كاين ولكن لي طمأنه نبه السلطة سدابة ابتداءاً من السلطة قالونا ان الموضوع ماشي في المجرى دياله ومكين تشي مشكلة والحمد لله القضاء راه في بلدنا فق كل شي يعني ماكينش اللي غادي يكون فق القضاء أرحمه الله تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد